أشرت منظمة الصحة العالمية ضعفا في تلقي اللقاحات المضادة لكورونا في العراق مقارنة مع دول الجوار برغم من الإصابات المضاعفة التي تسجل مؤخرا وقدرة اللقاح على الحد من خطورتها بشكل عام وذكر منسق منظمة الصحة العالمية دكتور نجم الدين حسن أن بعض الدول المجاورة للعراق وصلت إلى نسبة تطعيم تتراوح بين 50 إلى 60% بينما لا زالت النسبة غير مطمئنة في العراق وعليه دعمت منظمة الصحة العالمية العراق بحملة وطنية شاملة لزيادة عدد الملقحين وتقدم الصحة العالمية تصورا دقيقا عن الاحترازات الدولية التي وصلت إلى 40% بنسب تلقي اللقاح في عموم دول العالم وهو أمر لم يتحقق في العراق بينما تجاوزته العديد من الدول المجاورة في إشارة إلى حالة من عدم اهتمام العراقيين بخطر الوباء إلى بعد فوات الأوان اشتركوا في القناة